لا تزال كندا تعيش تحت وطأة الصدمة وهول الفاجعة التي ألمت بها عقب سلسلة هجمات الطعن بالأسلحة البيضاء التي أسقطت عشرة قتلى وخمسة عشر جريحا وفي خضم عمليات البحث والتمشيط التي قامت بها السلطات الكندية تم العثور على داميان ساندرسون أحد المشتبه فيهما بارتكاب الهجمات الدامية ميتا في إحدى البلديات فيما يجري البحث بشكل مكثف عن شقيقه مايلس ساندرسون وفق ما صرحت به شرطة الخيال الملكية الكندية وهما معا المشتبه بهما في ارتكاب جرائم الطعن هذه الهجمات وقعت في وقت تعرف فيه كندا تصاعدا في وطيرة أعمال العنف المسلح خاصة في منطقة مونريال حيث تضاعف مؤخرا عدد حوادث إطلاق النار الجماعي وفي الوقت الذي لا تزال فيه ساكنة كريت جيمس سميث وقرية ويلدون تتساءل حول أسباب ودوافع هذا الهجوم القاتل تظل حالة الهلع الجماعي قائمة في الأماكن التي كانت مصرحا لهذه الجرائم ترجمة نانسي قنقر